حذرت فرنسا من عواقب ضم إسرائيل أراضي في الضفة الغربية وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لوتخيام أن هذه الخطوة انتهاك للقانون الدولي مبينا أن فرنسا تدرس خيارات مختلفة بشكل انفرادي وكذلك بالتنسيق مع شركائها الأوروبيين الرئيسين كما حذر في وقت سابق رئيس وزراء البريطاني من خطة الضم الإسرائيلي وعدها مخالفة للقانون الدولية